تنفيذنا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2017 قال سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزة وزير شؤون الكهرباء والماء إنه بحسب توجيهات سموه فأنه يجري العمل على مشروع المرحلة الثانية من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء والذي يتم تمويله وتشغيله وإدارته من قبل القطاع الخاص على غرار المرحلة الأولى وأشار الوزير إلى أن مناقصة المشروع ستطرح قريبا ويبدأ حاليا إعداد الشروط المرجعية للمشروع من قبل الاستشاري حيث تم تأهيل 14 شركة مطورة من قبل الاستشاري للتقدم بعطاءاتهم وأنه وفق الجدول الزمني المعد لهذا المشروع فإنه من المتوقع أن يتم تشغيل الابتداء في صيف 2020 لافتا إلى أن الطاقة الاستعابية المتوقعة للمشروع في حدود 1400 ميجاوات من الكهرباء و50 مليون جالون يوميا من المياه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر